تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة دشنت قيادة محور تعز عملية هيكلة الجيش الوطني في المحافظة حيث عقدت لجنة الهيكلة اجتماعها الثاني يوم أمس برئاسة اللواء الركن عبد الكريم الصبري وكيل محافظة تعز لشؤون الدفاع والأمن وكرس الاجتماع لمناقشة آلية عملها وتم الاتفاق على استكمال الهيكل التنظيمي في شعب المحور وإعادة ترتيب الوحدات العسكرية بصورة صحيحة وفقاً للملكات البشرية المعتمدة وبناء على تموضعاتها القتالية في مسرح العمليات كما أقر اجتماع لجنة الهيكلة في تعز إحالة الحالات الخارجة عن الجاهزية القتالية كالشهداء والمعاقين والوفيات إلى الرعاية وجهات الاختصاص عقدت لجنة الهيكلة اجتماعها الدوري اليوم وبرئاسة اللواء الروكن عبد الكريم الصبري وكيل محافظة تعزل الدفاع والآمن رئيس لجنة الهيكلة وبحضور كامل أعضاءها وأيضاً حضور المختصين في الألوية والشعب التابع لمحور تعزل العسكرين أركان الرؤساء العمليات وأركانات التدريب وأركانات القوة البشرية تم الاتفاق اليوم على بعض البنود الهامة منها تشكيل لجان مصغرة للهيكلة في الألوية وتسليمها الهياكل والأدبيات والبيانات المطلوبة وأيضاً الرافع بالملاك البشري الناقص في الألوية والشعب اشتركوا في القناة